خليني بعد إذن حضرتك حتى لا أطيل عليك الكلام تسمع أو تحديداً هنشوف مقطع من جلسة تاريخية لمجلس النواب المصري وكلمة دولة رئيس الوزراء وبعدين هنرجع نتكلم بالراحة إن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بترتكز على اعتقاد جازم أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى حل الدولتين حل عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين عواقبها الحالية والمستقبلية ستكون وخيمة ومن ثم لا بديل إلا إحياء المصار السياسي نحو حل الدولتين ومنذ اليوم الأول للمواجهات وإحنا مع كل محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد طرحت مصر إن إحنا لابد من التحول الفوري برة أخرى لحل المصار السياسي ومناقشة والوصول إلى الحل الدائم لإنشاء دولة فلسطين إذن وإنت بتسمع كلام الدكتور مصطفى مدبولي وتنظر لخمس زوايا لسه أيلهم المزيع دلوقتي مرة كمان النواب كلهم أغلبية ومعارضة دون استثناء واحد يذكر رئيس مجلس الوزراء الشارع المصري كله أي الرأي العام المصري رئيس الجمهورية والخارجية أو الدبلوماسية المصرية دي الخمس زوايا التي تقف على نفس ذات النقطة مش هقولك المربع نفس ذات النقطة طب إيه هي النقطة أو إيه مجموعة النقاط واحد مفيش حاجة اسمها تهجير قصري للفلسطينيين ومش هيحصل مصر قالت كلمة شديدة الوضوح من الآخر يعني بهذه الجلسة التاريخية اعتبرها مسك ختام لا مش مسك ختام اعتبرها أنها الإمضاء التوقيع النهائي على كلمة مصرية بتقول مش هيتم السماح بالتهجير القصري للفلسطينيين مهما بلغ الاعتداء من غلواء وتوحش ومهما كانت الضغوط الدولية اللي بتمارس سواء إذا كانوا على الفلسطينيين أو علينا علينا هنا مش بس العرب علينا احنا بالتحديد مصر وأيا كانت دولة اللي بتضغط وأيا كانت مجموعة الدول اللي بتضغط دي نقطة النقطة التانية ما فيش حد هيخش مصر ولا هيطلع بره فلسطين يعني هي مش بس إنه مش تهجير قصري لعدم دخول إخواتنا الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية لا ما حدش هيطلع بره فلسطين طيب تالت نقطة لا قبل مسألة المساعدات الإنسانية وقبل مسألة الهدنة هو لا مجال لا مجال ولا تراجع عن إنه هنقعد ونضح حلا سياسيا وقائم على حل الدولتين متفقين؟ طيب لا مجال للمزيد من الضغوط على مصر لإنه مصر مش هتتراجع نهائي ومهما كان التمن مصر قدمت تضحيات تقريبا مئة سنة عشان القضية دي بالتحديد مش بكلمك على أي من القضايا العربية الأخرى التي وقفت لأجلها مصر ومصر من الآخر وقفت لكل العرب لكل العرب لأجل كل العرب بدون استثناءات لأجل 21 دولة عربية لأن إحنا 22 بوضوح وعليه الموقف ده تحديدا الموقف ده تحديدا الخاص بفلسطين مصر أكتر دولة دفعت تمن وقدمت تضحيات وما عندهاش مشكلة تكمل بل بالعكس إن اللي بيحصل ده بيزيد مصر يقين وإصرار على إنها هتكمل لأجل القضية العربية قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة وإنهاءه بحل سياسي وبحل دولتين على حدود 4 يونيو 1967 بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا مجل حديثا أخر قليات نبقى نتناقش حديث تاني لا تهديد ما بنسمعوش ما بنحبوش ما بنستوعبوش وما بنخافش ضغط ولا يفرق معانا مصر قادرة على مواجهة أي تحدي من أي جهة وأيا كان الحجم دي مصر مش بس كده انت لازم تشوف مصر من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة قدرت تعمل إيه واحد قدرت تعمل توحيد لإرادة عربية حقيقية لمسألة واحد الإرادة العربية وقف التهجير القصري وعدم السماح بي وعدم تهجير الفلسطينيين وعدم السماح بأي حال من الأحوال بتحويل غزة إلى مكان غير قبل للحياة أو العيش الكريم مصر قدرت توصل بالعرب لإرادة موحدة في هذا الأمر وإحنا عادة ما بنوصلش لقرارات بإرادة موحدة بالساهل وفي أحوال نادرة مصر قدرت تعمل كده مصر قدرت أنها تغير من وجهات نظر مش بقول لك بقى الرأي العام لأ ده مصر غيرت من وجهات نظر أنظمة الاتحاد الأوروبي فأصبح فيه عندك أغلب دول الاتحاد تقف معك في نفس الموقع المتعلق بعدم التهجير أو برفض التهجير القصري للفلسطينيين والضغط لأجل عمل هدنة إنسانية قريبة مصر قدرت أنها تغير الموقف الأمريكي شديد التعنت بل والمنحز بالكلية لصالح الكيان الصهيوني المحتل الأراضي الفلسطينية حتى يعلن صراحة ورسميا أنه لا يقبل التهجير القصري للفلسطينيين ده اللي عملته مصر ده اللي عمله السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ده اللي عملته المؤسسات المصرية كاملة زي ما شرحت لك الخرجية اشتغلت النواب اشتغل الحكومة اشتغلت الرأي العام المصري العظيم كان كما جرت العادة تاريخه تاريخ المصريين الوقوف بجانب الإنسان الوقوف بجانب الأشقاء الوقوف بجانب القضية المركزية وهي الصراع العربي الصهيوني في المنطقة اشتغلت